تصعيد للخلاف بين الحكومة والمجلس الانتقالي حول أولويات تنفيذ بنود اتفاق الرياض بدأ هذا الخلاف يأخذ بعده الميداني الخطير عبر مواجهات دامية جرت في الخامس من شهر ديسمبر كانون الأول الجاري بمدينة أحور شرق محافظة أبيان ضدا على تحرك سرية مؤللة تابعة لللواء الأول حماية رأسية باتجاه مدينة عدن لتأمين المقر الرئاسي والحكومية قبل عودة الرئيس المرتقبة إلى عدن بموجب هذا الاتفاق التطور اللاحق جاء في شكل رفض قاطع عبر عنه المجلس الانتقالي على لسان المتحدث باسمه نزر هيثم لإدخال أي عناصر عسكرية إلى عدن قبل تعيين محافظ ومدير أمن جديدين بحسب منص عليه اتفاق الرياض ووصف تحرك لواء الحماية الرئاسية الذي جاء تنفيذا لاتفاق الرياض بأنه محاولة تحشيد وإدخال عناصر عسكرية إلى محافظة عدن بل ومحاولة لخلط الأوراق ولا يزال المجلس الانتقالي متمسكاً بروايته عن هوية عناصر ألوية الحرس الرئاسي التي تفيد بأن أغلب هذه العناصر من مأرب وليست من ألوية الحماية الرئاسية وهي معلومات قال المجلس إنه بلغ بها التحالف دون أن يوضح هذا المجلس من أي جهة جغرافية ينبغي أن تنحدر هذه العناصر لم يتوقف الأمر عند هذا الحد فالانتقال الذي يتصرف باعتباره سلطة الأمر الواقع في عدن يبدو أنه ضاق ذرعاً بعودة جزء من الحكومة وبالنشاط الذي تقوم به واحتج على ما أسماه فرض الأمر الواقع الذي تقوم به في عدن ووصفه بالأمر غير المنطق على حد تعبيره تصعيد الانتقال يجري تحت أنظار الجانب السعودي وعبر ما أسمها المتحدث باسمه وحدة التفاوض بالمجلس التي قال إنها تلتقي بشكل شبه يومي مع السعوديين وترفع لهم موصفها بالخروقات التي تحصل من الجانب الحكومي وتضغط باتجاه تنفيذ بنود الاتفاق ومن أهمها تشكيل اللجنة العليا المنوط بها إدارة كل هذه الأمور على حد تعبيره لا شيء غير الاتفاق وما دونه خلافات تفتح على مزيد من الاختلافات وسط توقف شبه كلي عند نقطة العودة الجزئية للحكومة التي يراد لرئيسها أن يبقى أمين صندوق يؤمن متطلبات النفقات التشغيلية في مدينة عدن على إيقاع سلطة الأمر الواقع الجديدة التي أسستها الإمارات في جنوب البلاد ترجمة نانسي قنقر